ترجمة نانسي قنقر من سموه بالدور الذي يقوم به في رفض مسارات تنمية الاقتصادية بما يصب في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين وراء كل نهضة تلوح في أفق الدولة المدنية الحديثة أسباب وعمق سياسات واستراتيجيات هادفة تنبر لتبنيها وتنفيذها صيرورة عمل حكومي ممنهج يعي حجم الجهد الذي سيبذله لتخطي ما قد يصادفه في طريقه من معيقات قد تؤخر تصطير الإنجاز الذي يرجوه على كل مجال حيوي هو آخذ بالنمو وماض في تدعيم ركائز التنمية المستدامة أكثر فأكثر وعليه من الأهمية بمكان أن يكون للقطاع الخاص دور مباشر فيما سبق يعين القطاع العام ويعاونه على تحقيق المراد وما زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين وما بان من نافذتها لفحو أوامر وجه سموه بتنفيذها مباشرة والتي من بينها وأهمها عرض الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص إلا دليل قاطع على رغبة سموه في تقوية قدرة القطاع الخاص على الإسهام في تحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بالقطاع الاقتصادي وهي معادلة يذود عنها برنامج الحكومة أفضت إلى إعادة رسم دور القطاع الحكومي من محرك رئيسي إلى منظم وداعم للعملية التنموية وإشراك القطاع الخاص كمحرك أساسي لدفع الاقتصاد وعجلة التنمية وذلك لن يتأتى إلا إذا تدارس الفكر المحرك لهما مختلف المبادرات والفرص والأفكار والخطوات المطلوبة للنهوض أكثر بالمشاريع الاقتصادية والعملية الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات العالمية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية لرؤية المؤمل من واقع اقتصاد متين والفرص المتاحة لما بعد الجائحة قد أصبحت محققة جراء الاستجابة الفورية من قبل القطاع الخاص للجانب الحكومي عبر تسخير جهوده وطاقاته لمساندة قطاعات الأعمال في البحرين بما يسهم في تعافي الاقتصاد الوطني لتلفزيون البحرين محمد رشدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر